السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحباً بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي واليوم بإذن الله مع تحضير درس صفحة 32 العدد وأحواله للسنة الرابعة ومتوسط المقطع الثاني الإعلام والمجتمع في مادة اللغة العربية نبدأ تعريف تمييز العدد هو الاسم الذي يقع بعد العدد ليوضحه ويفسره هنا أولاً يجب علينا أن نعرف ما هو العدد وما هو المعدود العدد هو عدد عادي مثل ما نعرف الأقام واحد اثنان عشر مئة الف ثلاثة وعشرون خمسة وتسعون إلى غير ذلك أما المعدود فهو الذي يقع قبل أو بعد العدد ليوضحه ويفسره مثلاً نقول قرأت عشرين عشرين ماذا؟ عشرين كتاباً إذن كتاباً هو المعدود الذي وضح العدد هنا أتى المعدود بعد العدد عندما يأتي المعدود قبل العدد نقول أكلت موزة واحدة كم موزة أكلت؟ كم واحدة عن ماذا تعبر؟ تعبر عن الموزة التي أكلتها لذلك هنا موزة هي عبارة عن معدود لذين مثال هنا أيضاً أكلت تفاحة واحدة في الغداء تفاحة هو المعدود الذي وضح العدد وهو واحدة تنقسم الأعداد إلى عدة أقسام نبدأ أولاً مع العددان واحد واثنان العدد يوافق المعدود في التذكير والتأليف يعني إذا كان العدد مذكراً كان المعدود مذكراً وإذا كان العدد مؤنثاً كان المعدود مؤنثاً مثلاً لدينا رأيت معلماً واحداً معلماً وهو المعدود مذكر إذاً واحداً وهو العدد أتى أيضاً مذكر رأيت معلمة واحدة معلمة هو المعدود أتى مؤنثاً إذن واحدة وهو العدد أتى مؤنة أيضا اشتريت قلمين اثنين قلمين هو المعدود مذكر اثنين هو العدد مذكر أكلت تفاحتين اثنتين هنا لدينا تفاحتين هو المعدود مؤنة اثنتين هو العدد مؤنة أيضا يعرب العدد نعتا والمعدود حسب موقعه في الجملة أولا هنا لدينا المعدود وهو مثلا نأخذ الجملة الأولى معلما معلما هو المعدود يعرب حسب موقعه في الجملة أي مفعول به إذن معلما مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره العدد يعرب نعتا إذن واحدا نعت منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره سأقوم بوضع فيديو بعد هذا الفيديو يحتوي على نماذج الإعراب لجميع الأعداد الآن ننطلق إلى الأعداد من 3 إلى 10 إذا كان التمييز مؤنة كان العدد مذكرا وإذا كان التمييز مذكرا كان العدد مؤنة إذن هنا العكس يعني إذا لدينا العدد مذكرا المعدود مذكرا مثال رأيت ثلاثة رجال ثلاثة هنا لدينا هو العدد رجالا هو المعدود ثلاثة مؤنة رجال مذكرا سلمت على عشر معلمات عشر مذكرا معلمات مؤنة أكلت سبعة تفاحات سبع مذكرا وسبعة مذكرا وتفاحات أيضا مؤنة إذن هنا الأعداد من 3 إلى 10 يكون العدد مذكرا المعدود مؤنة أو العكس يعني العدد يخالف المعدود في التذكير والتأليم يعرب العدد حسب موقعه في الجملة المعدود يعرب مضاف إليه مجلول إذن ثلاثة يعرب حسب موقعه في الجملة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره رجال مضاف إليه مجلول وعلامة جاره الكسر الظاهر على آخره لأنه هو المعدود هنا لدينا العددان 11 و 12 الجزء الأول يوافق الجزء الثاني والتمييز في التذكير والتأليم الجزء نعطي مثلا جملة 11 معلما إذن هنا لدينا الجزء الأول هو 11 الجزء الثاني هو 10 والتمييز المعدود هو معلما إذن الجزء الأول هو 11 الجزء الثاني هو 10 والمعدود أو التمييز هو معلما عندما يكون الجزء الأول مؤند يكون الجزء الثاني والتمييز أو المعدود مؤند عندما يكون الجزء الأول مذكر يكون الجزء الثاني والتمييز أو المعدود مذكر مثلا هنا لدينا أحد عشر معلما أحد مذكر عشر مذكر معلما مذكر الجزء الأول مذكر الجزء الثاني مذكر والمعدود مذكر إحدى عشرة معلمة إحدى مؤنت عشرة مؤنت ومعلمة أيضا مؤنت الجزء الأول مؤنت الجزء الثاني مؤنت وأيضا المعدود مؤنت 12 طبيبا هنا الجزء الأول مذكر الجزء الثاني مذكر والمعدود مذكر 12 طبيبة الجزء الأول مؤنت الجزء الثاني مؤنت والمعدود مؤنت فالإعراب يعرب العدد حسب موقعه في الجنة أما المعدود يعرب تمييز مرصوب الأعداد من 13 إلى 19 إذا كان التمييز مذكرا كان الجزء الأول مؤنت التمييز هو دائما هو المعدود مثل 16 معلما هنا نقسم هذا العدد إلى ثلاث أقسام إذن الجزء الأول هو 6 الجزء الثاني هو 10 والجزء الثالث هو معلما إذن في الأعداد من 13 إلى 19 تكون دائما الجزء الأول يخالف الجزء الثاني والمعدود يعني هنا 6 أتت مؤنت إذن الجزء الثاني والثالث يأتي مذكر الجزء الأول أتى مذكر الجزء الثاني والجزء الثالث يأتي مؤنت إذن الجزء الثاني والجزء الثالث يخالفان الجزء الأول هذا هو بالنسبة إلى الأعداد من 13 إلى 19 نشرح هنا ستة هو الجزء الأول أتى مؤنتا معلما هو التمييز أو المعدود أتى مذكرا الجزء الثاني وهو عشرة يتبع التمييز في التذكير والتأميز أي عشرة مذكر لأن التمييز مذكر إذن هنا الجزء الأول ستة هو مؤنت التمييز المعدود يخالف أتى مذكر عشرة يتبع المعدود إذن هو أيضا مذكر أو بطريقة أوضح الجزء الأول يخالف الجزء الثاني والثالث في التذكير والتأميز إذا كان التمييز مؤنتا كان الجزء الأول مذكر هنا نأخذ العكس إذن هنا لدينا ستة عشرة معلمة إذن هنا الجزء الأول مذكر إذن الجزء الثاني والجزء الثالث يأتيان مؤنت هنا في المثال الأول قالوا لنا ستة عشر معلمة الجزء الأول مؤنت إذن الجزء الثاني والجزء الثالث مذكر هذا بالنسبة إلى الشرح وبالنسبة إلى الإعراب فيعرب العدد حسب موقعه في الجملة الماء المعدود يعرب تمييز منصوب كما قلت سأضع فيديو حول إعراب نمادج إعراب حول التمييز لجميع الأعداد ألفاظ العقود ما هي ألفاظ العقود؟ هي من عشرون إلى تسعون إذن هي عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سمعون، ثمانون، وتسعون تعامل معاملة الجمعة المذكر السهل مثلا هنا لدينا أكلت عشرين موزة قتل تسعون حشرة إذن هنا لدينا أكلت عشرين هي عبارة عن شيء سهل جدا حتى في الإعراب نقول عشرين نعربها حسب موقعها في الجملة فالشيء الذي يجب أن ننتبه له هو متى نضع عشرون بألواء والنون ومتى نضع عشرين بألياء والنون عشرون عندما يكون مرفوع مثلا هنا قطئ مثلا هنا أكلت عشرين إذن أكل هو فعل ماضي تضمير متصنبني في محل رفع فعل عشرين هنا أتت مفعول به إذن المفعول به يأتي دائما منصوب وجمع المذكر السالم ينصب بألياء لذلك نقول عشرين قتل تسعون حشرة هنا قتل هو فعل ماضي مبني للمجهول تسعون هو نائب فعل نائب الفعل دائما ما يأتي مرفوع إذن الرفع في جمع المذكر السالم نضع الواب وبذلك نقول عشرون تسعون حشرة في الإعراب يعرب العدد حسب موقعه في الجملة أما المعدود فيعرب تمييز منصوب إذن عشرين يعرب حسب موقعه في الجملة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم المعدود يعرب تمييز منصوب موزة تمييز منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره لدينا أيضا الأعداد المعطوفة من واحد وعشرون إلى تسعة وعشرون مثلا واحد وعشرون اثنان وعشرون تسعة وتسعون سبعة وخمسون ستة وستون إلى غير ذلك يعني كل هذه الأعداد ماذا نراحب في هذه الأعداد أنها معطوفة كيف أنها معطوفة لدينا واحد وكسعون أتى الواو بعده إذن هنا الواو وعبارة عن حرف عاطف مثلا صليت واحدا وتسعين ركعة قتل ثلاثة وثلاثون جنديا إذن هنا الشيء الصعب في هذه العبارات هو التذكير والتأمين مثلا نقول واحد أو واحدة ثلاثة أو ثلاثة سبعة أو سبعة إذن هنا نعرف أن العدد واحد واثنان يتبعان في التذكير والتأمين أما الأعداد من ثلاثة إلى تسعة لا تتبع في التأمين يعني تأتي العكس إذا كان العدد مذكرا كان التمييز مذكرا هنا واحد وتسعين ركعة ثلاثة نأخذ فقط العدد الجزء الأول وهو واحدا والمعدود وهو ركعة هنا لدينا هنا العدد واحد وهو يتبع التمييز يتبع عن معدود في التذكير والتأمين هنا قمت ببعض التعديل للجملة فأصبحت جلت المجرمة واحدة وتسعين جلدة هنا لدينا أولا نأخذ كما قلنا الجزء الأول من العدد وهو واحدة والمعدود وهو جلدة إذن قلنا في العددان واحد واثنان العدد والمعدود يوافقان بعضهما في التذكير والتأمين إذن هنا واحدة مؤند فجلدة أيضا مؤند لدينا هنا في المثال الثاني وهو في الأعداد من ثلاثة إلى تسعة إذن نأخذ الجزء الأول من العدد والمعدود ثلاثة وجنديا هنا لدينا ثلاثة أتت مؤند فبما أن الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدود في التذكير والتأمين فجنديا تأتي بكل تأكيد مذكا مثلا نقول قتل ثلاثة وثلاثون جنديا إذن هنا المعدود هو جندية أتى مؤند فثلاث تأتي مذكا هذه بالنسبة للأعداد المعطوفة من واحد وعشرون إلى تسعة وتسعون كيف نفارق إذا نضعها مؤند أو مذكا أما بالنسبة للإعراب فيعرب الجزء الأول من العدد حسب موقعه في الجملة أما الجزء الثاني فيعرب معطوف والمعدود يعرب تمييز منصوب كيف ذلك؟ لدينا جنة مجرمة واحدة واحدة وهو الجزء الأول يعرب حسب موقعه في الجملة هنا واحدة هي عبارة عن مفعول به منصوب وعلامة نصبي الفتحة الظاهرة على آخره أما الجزء الثاني فيعرب معطوف هنا لدينا ألواح حرف عاطفة في دؤى الجمعة والاشتراك تسعين هو معطوف فإسم معطوف منصوب وعلامة نصبي الياء لأنه جامع مذكر سالف المعدود يعرب تمييز منصوب إذن جلدة تمييز منصوب وعلامة نصبي الفتحة الظاهرة على آخره أخيرا لدينا الأعداد 100 ومضاعفاتها 100, 1300, 2400, 900, 800 إلى غير ذلك لدينا مثال سافر 100 طالب من الجزائر حفظت 400 صفح هذه الأعداد 100 100 ومضاعفاتها نرى فقط الإعرب لأنه 100 لا نستطيع أن نقول 100 وننزع فتصبح مذكر إذن 100 هي ثابتة تكون في المذكر وتكون في المؤنت سواء قلنا طالبا 100 طالب أو طالبة 100 طالبة فنقول يعرب العدد حسب موقعه في جملة أما المعدود فيعرب مضاعف إليه مجرم إذن سافر من سافر 100 إذن 100 هي عبارة عن فاعل مرفوع علامة رفعه الظاهرة على آخره المعدود وهو طالب يعرب مضاعف إليه مجرور وعلامة شره الكسراء الظاهرة على آخره بهذا أعزائي ترمينكم قد وصلنا إلى نهاية الفيديو وأخيرا لا تنسوا اللايك والشعرك بالقناة وتفضيل الجرس ليس لكم الفيديو عند نزوله مباشرة شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو والسلام عليكم ترقبوا فيديو وإعراب باء العدد وأحواله غدا إن شاء الله